إذاة القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دقيقا فقهي ما حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إضافة لقب الزوج إلى الزوجة نوضح للمستمع بمعنى أن الزوجة اسمها كذا 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 والزوج له اسم آخر اسم في اسم الزوج لقب فيقوم مثلا فرغلي هو يريد أن امرأته يكون لها هذا اللقب فيبقى اسمها الطبيعي وتضيف اللقب الأخير لهذا الزوج آخر اسمه اللي هو اسم العائلة المشهور به يضاف إلى الزوجة لأن زوجها ملقب بهذا اللقب هنا يجوز شرعا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العرف قد جرى على أنها نوع من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان والذي لا يوهم البنوة بمعنى أنها ليست بنتا لأبي هذا الرجل زوجها ولا شيء فالمحزور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلظ البنوة أو ما يدل عليها وقد ورد في القرآن تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها كما في قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط والله أعلم دقيقة فقهية دكتور مجد عشور حسن سليمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر